بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المسترين مرحبا بكم مرة أخرى في الحصص المخصصة لتقديم بعض البرمجيات التي قمت بإنجازها عبر الجوجيبرا في هذه الحصة هذه البرمجية تشبه كثيرا للبرمجية السابقة التي قمت بنشرها والتي كانت تتعلق بالزوايا المتتمة هذه البرمجية تتعلق كما تلاحظون هنا بالزوايا المتكاملة بخلاف البرمجية السابقة هنا قمت بإضافة بعض الأزرار التي تمكنني من تغيير قياس الزاوية هنا كذلك بالنسبة للزاوية الثانية نفس العبر الزاويتان المتكاملتان هم الزاويتان لمجموع قياسهما يكونوا يساوي 180 درجة يعني إذا قمنا بتجميع هاتين الزاويتين قمنا بوضعه مجن بين إذن الجم سنحصل على الزاوية المستقيمة لاحظوا معي هنا إذا قمت بوضع الزاوية الملونة باللون الأزرق بجانب الزاوية الملونة باللون الأسود ستشكلاني معا زاوية مستقيمة الذي قياسه بطبيعة حلوة 180 درجة سنأخذ مثلا آخر هنا يمكنني إعادة هذه الحركة هجوة يمكنني إعادتها مرة أخرى هنا قمنا بإنشاء الزاوية التي قياسها 100 درجة وهنا نحن في طور إنجاز أو إنشاء زاوية قياسها 80 درجة بعد ذلك سنقوم بنقل هذه الزاوية الملونة باللون الأزرق إلى هذا المكان وبجانبها سنضع الزاوية الملونة باللون الأسود وتلاحظون أن الزاوية تشكلون زاوية مستقيمة ستنونغ لبلا هذا يعني أن الزاوية الملونة باللونة 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 سنأخذ مثلا آخر هذه المرة سأقوم بتوليد القياس بشكل عشوائي مثلا هنا لدينا زاوية قياسها 140 درجة وهنا زاوية قياسها 30 درجة أولا سنقوم بإنشاء الزاوية الأولى التي قياسها كما تلاحظون هنا 140 درجة وبعد ذلك سنقوم بإنشاء الزاوية التي قياسها 30 درجة عند الانتهاء من عملية الإنشاء سنقوم بتحريك هذه الزاوية لكي نضع حجم بين الجنب انطلاقا من هذه النقطة الملونة باللون الأحمر سنلاحظ بأن هاتان الزاوية لا تشكلان الزاوية قياسها 180 درجة ومجموع قياسهما كما تلاحظون هنا 170 درجة وهذا يعني بأن الزاوية غير متكاملة أخذ مثال آخر مثلا هنا 110 وقياس الزاوية الثانية هو 80 درجة بطبيعة الحال سنحصل على 190 درجة هذا يعني بأن القياس يخالف 180 درجة وبالتالي فإننا سنحصل على جملة هنا فوق الجدول ستقول لنا بأن الزاويتان التي قمنا بإنشائهما هما الزاويتان غير متكاملتين نراحضوا بأننا قمنا بنقل الزاوية الأولى وبعد ذلك سننقل الزاوية الثانية لنضعها بجانب الزاوية الملونة باللون الأزرق هكذا ستلاحظون بأن مجموع قياسي هاتين الزاويتين يسوي أو 90 درجة وكما تلاحظون في هذا المكان فإن بطبيعة الحال إذا وضعنا الزاويتان لجمع إذا جمع فإننا سنحصل على زاوية يفوق قياسها قياس الزاوية المستقلة وهذا يعني بأن الزاويتان الممثلتان هنا باللونين الأزرق والأسود هما الزاويتان غير متكاملتين نأخذ مثال آخر هنا مئة درجة وخمسة وستون درجة مثلا هنا مئة وثلاثون درجة هنا سأقوم بتغيير هذا القياس مثلا سأحصل على زاوية قياسها خمسون درجة لدي هنا خمسة وأربعون مئة وأربعون مئة وخمسون يمكنني أن أغير حتى أحصل على زاويتين مثلا هنا مئة وخمسون درجة في الزاوية الأولى وثلاثون درجة في الزاوية الثانية سأقوم بإعداد الإنشاء هكذا نقوم برسم الزاوية الأولى صفر درجة إلى مئة وخمسون درجة ثم الزاوية الثانية التي قياسها ثلاثون درجة ثم حتى نصل إلى القياس ثلاثون درجة سنقوم بنقل الزاوية الأولى إلى هذه النقطة ونضع بجانبها الزاوية الثانية الممثلة هنا باللون الأسود وبطبيعة الحال كما تلاحظون هنا فإننا نصل على زاوية مستقيمة قياسها مئة وثمانون درجة وهذا يعني بأن الزاويتان هنا وما الزاويتان متكاملة وما الزاويتان وما الزاويتان